اشتركوا في القناة وانتقل الآن موجود في برج السرطان طبعا وانتقال الزهرة اليوم اللي رح تنتقل من برج القوس لبرج الجدي طبعا القمر موجود في منزلة النثرة وهي منزلة للمحبة والزواج والصلح وقضاء الحواج ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 9.32 دقيقة من صباح اليوم السبت لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة الطرف وهي منزلة للمضرة والمشاكل وبما ان القمر موجود في برج السرطان معناته تأثير القمر على جميع الابراج في هذا اليوم من الشعر بهاي الفترة بقوة العاطفة من حاول خلق جو من الامان اننا ولا احبائنا من مين لعمل اشياء بتريحنا من ناحية اخرى بتراودنا بعض الذكريات ومنها من يظرف الدموع وهو يقلب صور تذكارية في البومه يجب ان ننتبه اكثر لطعامنا وشرابنا لانه ممكن او في هاي الفترة بنشعر بحافز كبير لالتهام الكثير من الطعام علينا تجنب انتقاد الغير لانه بتكون حساسيتهم في اوجها فممكن يخذوا اي كلمة على محمل مغاير في هاي الفترة بوسعنا الاهتمام بمسائل الها علاقة بالعقارات زي بيع وشراء واستئجار وتجديد وصيانة زراعة نبتة او شجيرة لانتباه اكثر لاطفالنا قضاء وقت ممتع في البيت يعني بالفترة بتكون شاملي باكثر من اماما اما بالنسبة للزوايا البطيئة فعنا اول زاوية هي زاوية تربيع سلبية بين الزهرة وبين المشتري وهي تأثيراتها لغاية يوم 11-12 طبعا بتعزز الشعور لدى البعض بالحاجة لاثبات حضورهم وغالبا بيفشلوا في ذلك بدل على مشاكل مالية بتتعرض لها المؤسسات المالية والبنكية في بلد ما بسبب البذخ في المصاريف والتبذير وسوى التدبير وبرضه ممكن يعرف الميزان التجاري بعض العجز في التجارة الخارجية بسبب التباين الكبير بين قيم الصادرات والواردات وعلى المستوى الفني بتم او اي شيء له علاقة بالمستوى الفني خصوصا الحفلات بتضيع الكثير من الاموال في الدعاية للمنتجات ومع هيك ما بتطلق الاستحسان المطلوب لدى الجماهير اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تقابل سلبية بين الشمس وبين المريخ وهاي طبعا تأثيراتها لليوم اخر يوم لا الها وعادة لما بتصير اي زاوية سلبية بين الشمس وبين المريخ بترتفع وطيرة المواجهات والتفجيرات في البؤر الساخنة وبسود جو من التوتر والعدوانية بحيث انه هاي الفترة بيتوجب علينا الحذر عند التعامل مع الاخرين لانه اي كلمة غير محسوبة بتأخذ على محمل مغاير وبتدخلنا بمواجهات احنا بغنى عنها اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تزديس ايجابية بين الشمس وبين زحل وهاي طبعا تأثيراتها لغاية يوم 17-12 ذروتها يوم 12-12 يعني كمان اكم يوم بتتحسن قدرتنا على تنظيم شؤوننا وتحمل المسئولية اما بالنسبة للزاوية الاخيرة من الزوايا البطيئة وهي زاوية تزديس منفصلة ايجابية بين المشتري وبين بلوتو وتأثيراتها لغاية يوم 16-12 بتزيد من نمو الأموال والأملاك وبتزيد من كرمنا ولكنها ممكن تسببنا الاحساس بالكآبة او الميل للإعجاب بالذات بالنسبة للحدث اللي ذكرناه وهو انتقال كوكب الزهرة لبرج الجدي طبعا في حلقة موجودة على القناة موجودة طبعا نزلت هي اعتقد تنزل يوم الأربعة او يوم الخميس هي مسجلة من أيام طويلة فعشان هيك فيها شرح مفصل وكامل وتأثيراتها على جميع الأبراج وسعودة ونحسة الزهرة والزوايا اللي رح يشكلها وإيش الطاقات اللي رح تكون في خلال فترة مكوث الزهرة في برج الجدي طبعا بالنسبة لكوكب الزهرة هو رح ينتقل اليوم صباح اليوم السبت الساعة ثلاثة واربعة وخمسين دقيقة صباحا بتوقيت جرينج رح ينتقل لبرج الجدي ورح يظل في حركة أمامية في برج الجدي لغاية صباح يوم ثلاثة واحد عشرين ثلاثة وعشرين الفين وثلاثة وعشرين الساعة ثنتين وتسع دقائق صباحا بيشعروا موليد برج الجدي بتحسن بيطرع على شكلهم الخارجي وبيشعروا بقوة العاطفة وانجذاب أفراد من الجنس الآخر لإلهم بيستفيد معهم عاطفيا وماليا وفنيا موليد الأبراج الترابية والمائية التور والعدراء السرطان والعقرب والحوت وكذلك كل شخص تواجد لديه كوكب الزهرة ساعة ولادته في برج الجدي طبعا التفاصيل رح تكون في الحلقة الموجودة على القناة أما بالنسبة للزاوية اللي اليوم برضو رح تتشكل ما بين القمر وبين أورانوس وهي تأثيراتها من ساعات الصباح لغاية ساعات المساء ذروتها الساعة ثلاثة وستعشر دقيقة عصرا بتوقيت جرينيج هاي الزاوية بتعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفادة منها وممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منا ما هو غير متوقع تجاه البعض كذلك بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية خلال هذا اليوم المعدة فعشان هيك أي عملية لها علاقة بالمعدة قص تكميم أي عملية طبعا جراحية ما بنصح فيها نهائيا أيضا عندنا الكفد والصدر والغشاء المخاطي المبيض الرحم المهبل الثدي غشاء الجنب والصفاق هدول الأعضاء أكثر حساسية فما بنصح لعملية جراحية كبرى في هذا اليوم إلا إذا كانت الطرارية أما بالنسبة لعملية التجميل يعني عشان انتقال الزهر اليوم فبتكون في بعض النحوس لسه موجودة فيه لو صبرت كمان يوم أو يومين بيكون أفضل بالنسبة لإزالة الشعر الزائد طبعا هذا اليوم يصلح لإزالة الشعر الزائد ويصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ والحنة ولكن لا يصلح للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه موجود في برج السرطان خلو المسار القادم رح يكون يوم الأحد 11-12 بيبدأ في تمام الساعة 6 و 28 دقيقة مساء بتوقيت جرينتش وبيستمر حتى تمام الساعة 8 و 8 دقائق مساء بتوقيت جرينتش لا يستقر القمر بعدها في برج الأسد أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المكتمل عمره 17 يوم في تمام الساعة 3 و 21 دقيقة عصرا بتوقيت جرينتش بصير عمره 18 يوم نسبة الإضاءة بتصير 90% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في القوس حتى يوم 21-12 منتحسة بنسبة 25% القمر في السرطان حتى يوم 11-12 منتحس بنسبة 40% الآن ولكن بعد منتصف الليلة اللي هي هاي الجمعة للست بصير منتحس بنسبة 25% ساعة الصباح بصير سعيد بنسبة 10% في ساعات الظهر بترتفع نسبة السعادة إلى 30% في ساعات العصر بترتفع نسبة السعادة إلى 60% عطارد في الجدي حتى يوم 29-12 سعيد بنسبة 30% الظهرة في القوس بدأت انتقل للجدي زي ما ذكرنا ورح تظل في برج الجدي لغاية يوم 31 هي الآن منتحسة بنسبة 40% في ساعات العصر بتنزل نسبة النحوسة إلى 10% المريخ في الجوزاء بيتراجع حتى يوم 12-1 منتحس بنسبة 10% المشتري في الحوت حتى يوم 2012 منتحس بنسبة 25% زحل في الدلو حتى يوم 7-3 منتحس بنسبة 10% قرانوس في الثورة بيتراجع حتى يوم 22-1 منتحس بنسبة 10% نبتن في الحوت حتى يوم 36 سعيد بنسبة 15% وبلوتو في الجدي حتى يوم 23-3 سعيد بنسبة 15% أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بتنهمكوا في أمور الهاصلة بالبيت والعائلة أهم شيء أنه ما تحاولوا فرض وجهة نظركم على أحد أفراد العائلة بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم يعني زي استجار أو صيانة أو بيع شراء أشياء من هذا القبيل حذروا من التصرفات العدائية حاولوا أنكم ما تخالفوا القوانين خلال هذا اليوم ممكن تعانوا من بعض الإرهاق النفسي أو الضغط بسبب حدث عائلي وممكن تسمع عتاب أو لوم بسبب إهمالك أو كلام جارح برج الثور بتنشطوا في أمور العلاقة بالسفر والاتصالات وبرضو بتكونوا أكثر صبرا على الطرقات خلال هذا اليوم هذا يوم مناسب لإجتياز امتحان أو مقابلة أو دورة دراسية أو تعلم شيء جديد بتقدر تعبر عن رأيك ولكن بدك تعبر عنه بهدوء ودون إثارة العدوات والتحفظات لا تترك مجال للغموض باستطاعتك مناقشة جميع المواضيع بثقة ومهارة وما بتهدأ وطيرتك لأنه عندك نشاط عالي فكثير التنقلات والاتصالات اليوم برج الجوزاء ثم فرصة لمكسب مالي بيجي على الأغلب من عمل إضافي منكم أشخاص ممكن يستردوا أموال بتعودلهم أو ممكن يحصلوا على هدية أو دعم معين بيجيهم بشكل مفاجئ فعشان هيك اليوم بتكونوا تخففوا من نفقاتكم ممكن تناقشوا موضوع بيتعلق بتمويل أو قرد وممكن تحصلوا على التسوية اللي بتحلموا فيها تفتح أمامكم أبواب الحوار والنقاش البناء فبرروا مواقفكم وحاولوا أن توضحوا أموركم بدون أي سوء تفاهم لأن حساسية الأطراف اللي قبلكم بتكون بأوجها برج السرطان أنتم مشحونون بالنشاط الحيوي اليوم لأن القمر استقر عندكم بشكل كامل وعنكم قدرة على إنجاز الكثير من مشاغلكم أهم شيء أن ما تترددوا في فرض وجهة نظركم بترتفع المعنويات والأجواء واعدة بحسم إيجابي أو انطلاقة لعمل أو صفحة جديدة بتحمل لك أو بيحمل لك هذا اليوم فترة فيها تقدم وأخبار جديدة وبتعيد لكم النشاط لحياتكم اليومية وتعتبر فترة لا بأس فيها برج الأسد بالنسبة لما ولد برج الأسد طبعا القمر موجود في بيت المتاعب فعشان هيك بسيطر عليكم التعب خلال هذا اليوم حاولوا أن تنجزوا فقط ما بوسعكم من عمل عاجل ويخلدوا للراحة ممكن تكون الظروف مخيبة أو ربما تحمل بعض الخسائر والفشل أو المرض خلال هاي الفترة فبتكوا تنتبهوا من هاي الأمور كلها تفشل أعمالك في حصد النجاح وبتخيب أمالك لتأجيل أو لا إلغاء في اللحظات الأخيرة فعشان هيك ما تقرر على شيء اعمل بشكل روتيني ولا تتخذ قرارات حاسمة برج العذراء ابتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا الأصدقاء ومنكم أشخاص اليوم ممكن يشاركوا في مناسبة سعيدة ولكن بدكوا تتجنبوا انتقاد أحدهم بناسبة العمل من ضمن مجموعة من الزملاء أو الأهل وانت بحاجة اليوم للتحالفات وخصوصا الاجتماعية لأنه دعمك كله بيجي من هذا الاتجاه ورح تفرحوا لتفاهم الآخرين لإلكم ورح تحصلوا على تأييد وممكن بعض موليد برج العذراء يشاركوا في ورشة عمل برج الميزان ابتتركز جهدكم نحو عملكم وعلاقاتكم بالمسؤولين بوسعكم إثبات جدارتكم والدفع بمصالحكم ويعتبر هذا يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل ممكن تشعر وكأن محيطك المهني أو الاجتماعي ما بيتعاطف ولا بيتعاون معاك فعشان هيك ما تخشى المواجهة أو المنافسة شرط التحلي بالمنطق والعقل الراجح رغم أنه في بعض القلق والتوتر خلال هذا اليوم برج العقرب ابتنشطوا اليوم في مجال السفر لبعيد والاتصالات لبعيدة والتعامل مع أشخاص خارج البلاد ولكن بتكون أكثر صبرا أثناء قيادة السيارة في الشوارع المفتوحة بتعيش أجمل اللحظات وأكثرها حظا بتختفي المنافسات والعدوات وبتسهل عليك جميع تحركاتك أهم شيء أنك ما تقف ساكن وتحرك الأجواء جيدة حتى على المستوى العاطفي وتعزيز العلاقة مع الأحبة برج القوس ابتنهم كل يوم في ضبط شؤونكم المالي المشترك ورغم النفقات ثم فرصة لمكسب مصدر شراكة أو تعويض ولكن بتكون تتصرفوا بدون تباطئ لا تصحيح الأوضاع ولا عيادة بعض الأمور لنصابها حاذروا من مخالفة القوانين والتعليمات وحاول أنك ما ترفض أي مساعدة من قبل الآخرين ممكن اليوم بعد موليد برج القوس يعلجوا موضوع مالي أو إداري برج الجديد بينصب اهتمامكم حول موضوع الشراكة وبتقدروا اليوم تبحثوا عن قاسم مشترك يجمعكم بشركاء العمل أو العاطفة أو حتى ما بين الأزواج ولكن بما أن القمر موجود مقابلك فتعتبر هاي فترة متوترة ممكن شوي يصير فيه يعني أزمة معينة تتعرض لها أو يعني ضايقك وممكن تضطر للإبطاء بمسار بعض الأمور أو تغير نمط معين أهم شيء أنك ما توجه انتقاد لأي شخص وحاول أنك تضبط أعصابك قدر الإمكان برج الدلو بيت راكم العمل لديكم لأنه الآن القمر صار موجود في بيت العمل والصحة فحاولوا أنك تنجزوا ما بوسعكم من عمل دون إهمال صحتكم وبرضو لا تدخلوا في أي مواجهة مع زميل أو حتى مع أشخاص مقربين في العمل وحاذروا من أي تراجع صحي رغم أنه ما في أي مخاطر إلا ممكن تشعر ببعض الوهن أو التعب غير أولوياتك إذا دعت الحاجة ولا تعاند وباكر لعملك تفادي لأي تأخير في العمل برج الحوت ابتشتد رغبتكم في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم وبرضو اليوم فيه فرصة مناسبة لا مصالحة ولا تسوية وكذلك للتعارف وللارتباط نشاطاتكم متنوعة وثقتكم بأنفسكم عالية وقدرتكم على استيعاب الأمور ممتازة جدا تعتبر هاي فترة إيجابية ودعم لإلكم بشكل قوي والحظوظ بتلعب بشكل جيد بعضكم ممكن يمارس هواهي أو يرفع عن نفسه أو يهتم حتى بمظهره خلال هذا اليوم هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر